أعلنت وزيرة الثقافة إناس عبدالديم أن الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي خلال المعرض للمرة الأولى جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة والخمسين لمعرض الكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأتي تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل وتقام في الفترة من السادس والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف في مؤتمر صحفي أعلنت الهيئة العامة للكتاب عن تفاصيل النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولية للكتاب والذي سينطلق خلال الفترة من السادس والعشرين من يناير حتى السابع من فبراير وذلك بعد زيادة عدد أيام المعرض لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارته عدد الأيام زاد بالنسبة لهذه الدورة وده شيء مهم جدا طبعا لأن ده بيساعد الحقيقة كتير من الناشرين ودور الناشر نقدر نقول أن هذه الدورة دورة مميزة بإذن الله يا رب إن شاء الله وخاصة أن احنا أصرينا أن هذه الدورة تقام في معادها الرسمي على الرغم من أن كانت الدورة السابقة في شهر يونيو السابق ولكن أصرينا أن ترجع تاني هذه الدورة في معادها الرسمي نسخة هذا العام تحمل شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل وتحل اليونان كضيف شرف للمعرض الذي ينقسم لخمس قاعات وذلك بمشاركة ما يقارب من 1067 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من خمسين دولة يمثلون قرات العالم يعمل سوق النشر في العالم كله مرة أخرى بقواته الدافعة ونعدكم أيضا أن تكون الدورة الثالثة والخمسين دورة استثنائية في شكلها وليست في إجراءاتها أنا سعيد ومتشرف جدا وأنا شايف اليونان ديف الشرف في المعرض وده تماما مفهومة للعلاكات بين اليونان ومصر والعلاكات بين المصريين واليونانيين أمرهم أكثر من أربع تلاف سنة نسخ متتالية من معرض القاهرة الدولية للكتاب تعكس وحرص القيادة السياسية على دعم القراءة والنشر بوصفهما من أهم مقاومات الدولة الحديثة التي تهتم بالثقافة والعلم لبناء المستقبل